يقولولي دلوقتي خبر كويس جدا ان الجزائر الحمد لله تأهلت للمباراة النهائية بعد مباراة عصيبة كانت كسبة 1-0 نيجيريا وبعدين نيجيريا جابت جنمان ضربة جزائق والديئة 95 محاربه الصحراء خطفوا هدف التأهل للنهائي ليصبح رياض محرز بيحمل فريقه بهدف غالي جدا زي هدف وبطريكا كده في الصفاقسي لمباراة النهائية لكاس الأمة الافريقية تحية لمحاربه الصحراء والفابروك من الطرف التاني مش كان فيه ماتش تونس للأسف خسرت ها يعني هيبقى الجزائر هتلعب هي والسنغال في نهائي كاس الأمة كان في سنة يبقى النهائي عربي خالص هارد لك لتونس الخضرة ولعبيها والفابروك لمحاربه الصحراء كل الناس اللي بتتابع والأسف مش منهم وده مش عاجة كويسة لكن ده اللي حاصل يعني الأسف بيقولوا ان الجزائر هي أحسن مستوى قدم في هذه البطولة وانه فريق رائع اللي انا متأكد منه غير ما شوف هو الأداء البطولي يعني هم محارب الصحراء ليس مجرر لقب ولكنه حقيقة مبروك للجزائر ألف 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 مبروك